أنا يعني كتصور للحضور الجواهيري أولا خلأ جاوب عليه بعدين أعطيك المقطع الثاني طاق الثاني خضور الجمهور أنا أعتقد راح يكون بالضبط 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 راح يكون الحضور الجواهيري بالضبط مثل مباراة المنتخب في كأس الخليج مباراة هنا مع عمان الاختتاح والاختتام هكذا سيكون أعتقد الجمهور ما راح يترك مقعد ما يشغله الجمهور سيحضر بشكل مبكر وأعتقد أنه كل الزهود الآن تنصب من أجل أن يكون الملعب فول الجمهور كل حقيقة فول يحضر المباراة ورسالتي لهم كيفوا إلى جانب منتخب بلدكم مهما كانت النتيجة وأتمنى أن يكون تجيعكم مثالي يعتقد صورة حضارية حقيقية ويوصل رتالة السلام بعيدا عن الإرهاصات والتدائيات التي حثت في معد مباراةنا مع المنتخب الأردني في قطر وعلينا أن نقول أنه إحنا سنكون بجانب أسود الرافدين أسود في المدرجات أسود في المدرجات وليس في التاحة لأن صراحة الأمر هذا يعني أنه المنتخب الوطني نتيجة الإيجابية أيضا تتوقف على اللاعب رقم 12 وهو الجمهور لأنه تيان الجمهور ومن تيان المنتخب المنتخب إذا في حالة حتى مثلا أنه إحنا إذا نتراجع بالنتيجة على الجمهور أن يكون صوت واحد وأن يسهم ويساند المنتخب في كل لحظة كل لحظة المنتخب بحاجة إلى مشجعيه ومؤازريه وحقيقة أنا من خلال منبرك يعني أتمنى أنه الحظور ما يكون يتصر فقط على جمهور البغداد أو جمهور البصرة أو جمهور العمارة أن يتمنى حتى جمهور الكردستان بالأنبار في تريت في ديالة في تركوك في الموطل بالحلة كلهم يحضرون ويقاظرون المنتخب لأن حقيقة نحن نتمنى أن يكون عرز قروي حقيقي وفعلي من خلال مباراةنا مع الأردن في سبيل أنه نعطي رسالة أنه نحن قادري على أن نصل لها كأس العالم بإذن الله